تلاميذة مدرسة جبران خليل جبران بالرباط يحتفلون بقيم تسامحه والاختلاف والعيش المشترك عبر تظاهرة اليوم المغربي التي دأبت المؤسسة على تنظيمها كل سنة اليوم نحتفل بمناسبتين الأولى هي اليوم المغربي الذي تنظمه مؤسسة جبران خليل جبران كل سنة بهدف التعريف بالمغربي لدى كافة الجنسية التي تتلقى تعليمها بمؤسستنا كما أقمنا أرويقة لترويج لثقافة المغرب وقيمه الكونية كذلك نحتفل اليوم بشاركة مع مدرسة الإخوة الكائن بالقدس من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف في سبيل إشاعة القيم المؤسسية للمدرستين لسيما قيم الحب والسلام بالمناسبة شارك التلاميذ في لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية مع أقرانهم من مدرسة الإخوة في مدينة القدس شاركة مدرسة جبران خليل جبران بهدف غرس قيم التبادل والسلام في نفوس النشأ منذ سن مبكرة مشاركة وكالة بيت مال القدس شريف في يوم المغرب المنظم من طرف مجموعة مدارس جبران خليل جبران يأتي في سياق الشراكة المنعقدة بين الوكالة وهذه المؤسسة طبعا لترويج قيم التسامح والإخاة التي ترمز لها القدس شريف في صفوف ناشئة وطبعا استثمار وجود حوالي 67 جنسية تدرس في هذه المدرسة بالمناسبة أبدع تلاميذ المؤسسة لوحة بألوان متنوعة تحمل معاني سامية في حفر استهل بترديد النشيد الوطني باللغتين العربية والإنجليزية ثلاثة فقارة فنية من مقطوعات فولكلورية وتعبيرات ثقافية مغربية أتحفت الحضور اليوم نحتفل باليوم المغربي من أجل تعريف تلاميذ المؤسسة من مختلف الجنسيات التي تفوق السبعين جنسية بقيم المغربي وتسامح وكرم المغاربة هي أيضا فرصة لمشاركة ضيوفنا الفلسطينيين لحظة الفرح هذه وتعريفهم بثقافتنا وقيمنا وأقيمت بسحة المؤسسة أروقة تعكس مختلف أوجه غنى المطبخ المغربي من خلال عرض عدد من الأطباق تمثل مختلف جهات المملكة كما أقيم رواق خاص تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني لتأكيد على مكانة القضية الفلسطينية لدى عموم المغاربة